كنت بقول يعني اللي يتذكر جيلك ودلوقتي في شباب صغير ممكن يكونش عدى عليهم كابتن عامر الصفتي بس انت كنت مع المصري on fire يعني كنت واحد من اهم المدافعين اللي موجودين فيه الدوري المصري روحت للنادي الزمالك وبالمناسبة انتوا طلعتون للصور دي لشباب روحت نادي الزمالك وقديت مباريات جيدة بس في ظروف كتيرة صعبة في فوقت كان الاهلي مهيمن شوية تلقيت بعض الانتقادات الفترات دي بتتذكرها ازاي نبدأ بالمصري وبعد كنال واحد الزمالك انا فترتي في المصري عمدا كان كلها حلوة من اول ناشئين لغاية الفريل الاول لعبت في النادي المصري وانو انا 12 سنة اتسعدت مع الكابتن محسن صالح وانا 16 ونص لعبت وانا 17 سنة في النادي المصري اول مطشي كان انا فاكر وانا لغاية الوقتي السويس في مرسعين وكسبناه بقى انا الاول عالدوري ساعتها هاي بعد كده الكابتن محسن صالح مشي جهد دكتور ميمي كمل برضه اخد في البطولة العربية المركز الثالث و لعبت معه ممتاز دكتور ميمي فترة عادت لغاية 2006 في النادي المصري على من 99 لعبت لغاية 2006 حوالي 7 سنين في الفريل الاول هايل اه بعد كده بعد كده النادي الزمالك فاوضني كان الاول من المستشار المرتضى من صور فاوضني بعد كده اللي ينفذ معي الاستاذ رقوف جاسر واللي يداني فلوسي الاستاذ رقوف جاسر واللي يداني فلوسي الاستاذ مبدو حباس عدت عن يوم كلها اه تلات رؤساء اندية والتلاتة كانوا عندهم رغبة ان عمر الصفتي ببقى موجود في نادي الزمالك لا عشان تعرف الناس الزمالك قد ايه مظلوم تلات رؤساء اندية في فترة شهر ولا شهرين بس برضه من جانب اخر ان تلات رؤساء اندية كان عندهم نفس الرغبة مش واحد فوضك فاللي بعده قال لا بلاش فاللي بعده قال لا بلاش لأ كميلوا لأ كميلوا معا التلاتة عايزين عمر الصفتي وقتها انت كنت برضه رقم في السوق يعني سوق الانتقالات اللي هو كل الناس عايزة عمر الصفتي كل اندية عايزة عمر الصفتي تمام تمام مين كان مع الزمالك وقتها عايز عمر الصفتي المين من اللي طلبك من اندية كان عايز عمر الصفتي غير الزمالك لا وانا صغير وانا صغير وانا 17 سنة في انتخب الناشئين كان جال الأهلي في الناشقين بس النادي مصر رفض لكن وقت مفوضات نادي الزمالك كان الزمالك بس لا كان الزمالك بس تقريبا والإسماعيلي الزمالك والإسماعيلي واخترت الزمالك وروحت الزمالك فترة الزمالك دي بقى على بعضها أنت دايما يعني إيه في الزمالك ممكن بعض الناس تنسى الحلو وتمسك في شوية لقطات أنت الفترة دي تقيمها إزاي شفتها إزاي أنا قيمها اللي هي الممكن تقولها 4 سنين حلو و السنة الاخيرة كانت الدنيا مش مظبطة 4 سنين حلو لأنا كنت عقدي في النادي الزمالك 4 سنين و كنت خلاص همشي و أعدت مع كاملة و عالي فم و أعدت مع رئيس النادي المصري و خلاص همشي و كانت الحسام حسان عرف و عمل ليس ساعتها و جددت في النادي الزمالك و يعني كانت ساعتها رقبة للمنزل من الزمالك لأنا ع 블�ள و يعني الساعة هو اللي كان عايزني كان عايز ادعوه وكابدر حسام حسن كان مدير فني وقتها نادي الزمالك وهو اللي قال عامل الصفت لازم يكمل لازم يكمل اه فكملت وجددت الزمالك على بيض كمان حلو واددوني الشيك وما اتصرفش الى ان كانت فيها ازمة مبالية في النادي الزمالك ممتاز وما خدتش فلوسك لحد ما مشيت؟ اخدت النص فلوسي والنص التانية اتنزلت عنهم عشان الروحت للجونة بعديها اه